السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزائد طلبات طلبات الطب الثالث اي عتادي من عمد البيان ريديو اهلا وسهلا بيكم معاكم فضنا نختار ونهاردي معاكم اختبار السفره العام 21 تتطوري ليدكومنت سويبان وكستيون نقرأ الوصيقة ونجوض على الاسئلة معنا كوريه إلكترونيك يعني بريد إلكتروني إلا بيهر أغوباز يهو.fr وابجي أن ندوى كال قصرة المانيال شير بيهر عزيزي بيهر إيهر أمس جي بأسي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معا لا دعمي Nous avons visité le musée de Palais Maniel, Zorma Kossr el-Manyel. Ce musée se trouve dans mon quartier, il est situé sur le Nil, il a été construit en 1901, il a été construit en 1901 et 1933 et 1933. Il a été construit en 1901 et 1933. Le prince Mohamed Taufi, il a l'enquête du droit de l'arrivée, et il a été construit dans ce palais qui a été construit. C'est un musée formidable dans l'arrivée. Grâce à son architecture islamique, au centre de son grand jardin, Il y a 5 bâtiments et 5 membannies. Dans le musée, vous pourriez voir des cadeaux. Vous pouvez trouver 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 des cadeaux. Vous pouvez vous visiter. Il est ouvert tous les jours. avec cette semaine, tous les jours après l'été. Il a été au 19 nov à 10 heures, du jour à 9 avant la semaine, et au 19 avril, c'est la semaine du jour au 19 mai. Vous pouvez trouver des facteurs en 8 stars, avec cette semaine, la semaine d'émerge et la semaine d'émerge à 7 ans, où vous allez être content. C'est tout le plus. دعوني الإسراراتere لا يتحدث عن المزيد من الله يجب أن أتحل في المزيد م guessed بيئر يسرون المزيد من صاحب بيئر نحن خلال فيها أولاد عمو يجب أن يقررixa الوصول إلى أولاد عمو لقد تبعان بيهر لعشي تكتور دي سوى فارعونيك هل كانت تلكتبات الإسلامية فارعونية فور بردو خطب دان سوى موسى إليا اغران جردان هل كان في حدقات الكبيرة غري ان تبعوا فيزيتي سوى لسامدين دار نصن ريوم السابت غريل ان نمتوح كل ايام لسبوع شريف عبيد سوى قارطيه المانيال هل هو ساكن في حي المانيال غري مزبوط ان نوال نوال ساكن في نفس حي القصر كم بلت عفت لان درسي من سوى بان يدان كامل بيهدال كامل تالي كادو هدية جردان حديقة نيل نيل ونستوى تشي يبني وشايد لموسى ديو پالي المانيال متحق قصر المانيال ای سيطية صغک بيهدال لالأير لنا vinyl بيهدال لالن إلا ايتير طبعن هو يي إلا ايت meanings定 تلا powder إلا ايترف meanings定 كنشowner موسى داío ونتردة داío داً ساون اي سوى ترون كم تحوى ترون فين السنكي باتيمون يبقى دونسان جاردان في الحديقة التعادل أخير حاجة دون المزي يمكنك ترى الكادو أوفير روى فاروك الهدايا نقدر نشوف هدايا مقدما للمالكين فاروك غيبون على سي كيستيان دابخي للكمون نجاوب على السئلة وفقاً لإلواسي قبرتو كمبيا دو باتيمون ستروف دون الجاردان كم عدد اللي أبني أول مبيني المبودة في الحديقة التعادل مدحب طبعاً نقول إل يَا 5 باتيمون دون جاردان في خمس مبيني في الحديقة وفيه يَا لَوْقَيْنِ مُحَمَّد تَوْفِي من هو السيد المحمد تَوْفِي؟ لَوْقَيْنِ مُحَمَّد تَوْفِيكُ إِلْا لَوْقَيْنِ مُحَمَّد تَوْفِيكُ وَوْعَمَ الْمَلِكْ فَارُوكُ نَمْ بَا دي كَيستي تُوِدِي أول مpar vere لَوْفِيكُ نَمْ خَارِ آسف لا شيئا اجهزئ ننمو 2 تكاسيك تزيزين و تنتذي عن نجاح قلت له أي من أن تحب مارس رياضة أو أيضا أن تجهزين أو أن تجهز على سبب أو ما أن تجهز أو من تجهز أو من التالي سوبريات مفضلة تجهزي على سبب موطر و الكلور دو العرب دو تنامي تتلي لون الفستان بتاع صدق تطبيل يعقبك تيدي هتقول ايه جدي التست ست كلور انا بكره اللون ده ولا جتروف ست كلور سوبرب ولا انا اجب هذا اللون رائع ولا الروج اتون كلور ولا الاحمر هو لون لا طبعا تقول سوبرب اللي هو بيشقر في اللون لغو كاتر تيانفيت تنامي دالي الوبيغة تدي لو انت بتعزم صاحبك ان يروح الابره هتقول له ايه هل تقول له سيونانلي الوبيغة ياه لو نروح الابره ولا تقول له كمون تالي الوبيغة كيف نذهب الابره ولا اويل الوبيغة ولا اين تكون الابره طبعا سيونانلي ياه لو نروح نبغو سينك او موزي جبسيان في المتحف المصري ام بواغ لا دم جوري دي فيلم هل افلام ولا دي كادو ولا هدايا ولا دي ستاتيو طبعا تمثيل دي ستاتيو نتخل في جزء الكرامير اختيار لاختار الشكل المناسب للفعل ايهر لما تشوف كلمة ايهر يبقى في الماضي هل يبقى في الماضي المراكب مون امي يلا فين الماضي المراكب مون امي يعني صديقاتي يبقى هي ال فين الماضي المراكب مع ال اللي هي او فنين انهت صندوار واجب الفعل يقول صند طبعا احنا اول ما نشوف صند ديما تروح تجيب لان في نتيف المصدر يبقى صند بخندر صند ليفر دون ان يأخذ ايهر نقاط هو جم نقاط سوف ميزيئي انا بحب هذا المتحب طبعا الفعل الاول ما تصرف التاني برضو في المصدر يبقى تروح تجيب في المصدر دوما غدا مي باغون غدا يعني بكرة نجيب في الفتور وي مي باغون والدي يبقى جامعة هم ايهر في الجامعة فين هنا المستقبل مع ضمير الفعل اللي هو ايهران اللي اخيرها ont ايهران 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 نختار الكلمة الصحيحة جامبواغ هنا بقى الحل قائم على الكلمة اللي بعد النقط جامبواغ انا بحب اشرب ليموناد كلمة ليموناد نان في ميناسة انجوريه اسمي مفرد مؤنس يبقى جامبواغ دو لا ليموناد انا بحب اشرب ايه الليموناد ليموناد نغدو موناد ناشتريد الشي حاقه ولا شيء طبعا نقول ايه غيان ولا توجوق طبعا احنا في النفي القومنا في النفي مفيش حال في النفي غير غيان يبقى موناد ناحيان اشتريدش حاقه طبعا هنا في طلب كتير غلط فيها حشان هنا أديه برنان دمير عايد على مفعول مباشر اللي مفعول مباشر الغابنة كان أصلها جانفيت أنا بعزل يعني مي كوزين دي لو جبناه في الغابنة تبقى إيه مفعول مباشر طبعا المفعول المباشر بتجيب مكانه إيه ل لا لي طيب المفعول ده جامع ولا مفرد جامع يبقى هتجيب محن محله بإيه بلاي أجيبه هنا جي لزنفيت أنا عزمتهم لميزي المتحف جي وسويزا لي عايز أقول أنا ذهبت إليه هنا برضو عايز أجيب إيه بخنان ضمير طيب الضمير هنا هيكون عادة على إيه على كلمة ميزي وكلمة ميزي عبارة عن إيه مكان يلقي الضمير اللي بيعود عن مكان إيه طيب أنا عايزة تقول هنا أجيب إيه أجيب بوسيسيف طيب هنا ضمير الفعل يبقى الاختير من إيه على أي أساس على الكلمة اللي بعده نقط جامعة يبقى اختار إيه الجامعة مع كتبك سي لومتسا إن هذا هو الطبيب اللي بيعالج أو يعتني بالمرضى طيب أنا عايزة أجيب هنا كي ولا ك ولا أو طيب أجيبها إزاي سي لومتسا هذا هو الطبيب لو بدأت الجملة اللي بعدها أقول إيه الجملة اللي بعدها بدأ في فاعد المفهود يبقى في فاعد كل مفهود أقول إيه لومتسا سوان يلي مناد الطبيب يعالج المرضى يبقى نهشين لومتسا هتبقى مكانها إيه في الجملة الثانية سو جي فاعد فين هنا البرونو الغولاتيف فين هنا ضمير الواصل اللي بيحل محلي فاعد كي يبقى هنا أقول إيه سي لومتسا كي سوان يلي ملاد ها هو الطبيب اللي بيعتني بإيه بالمرضى ودلوقتي مع السؤال الأخير معنا في الاختبار كامل إيه كامل إيه الجملة التالية أليزين في المصنع أقول أكمل جملة إيه اليا ديماشين في إيه في الآلات أو المكينات طبعا أنا عايزة أنبه إن الجزئية دي كل الإجابات إن هي بتدور حوالين الكلمة الأولى دي متاحة ومناسبة يعني أي كلمة أنت تجيبها هتكون صحيحة بس أهم حاجة تكتب الكلمة تخص مثلا أجيب هو بيكلم عن المصنع فهجيب الكلمات تدور حوالين المصنع تاني حاجة أنك تكتبها جروماتيكال تتكون جملة مصبوطة باشفيها أخطاء من لأي المغدر نجوغ دو قون جي نوم العطلة أو الأجيزة أن وسبلة بالكوم طبعا ضمير الفاعل أن ونجب أعرف من الفاعل معي يجي في السنجولي يجي في المفرد يبقى أن ننفع أو كلوب إحنا بموح النازي في باريس عنده شعر أحمر عنده أنف صغيرة عيونه خضرة هو بيكون نحيف وبكذا كتبت موضوع بجومة بسيطة جدا أقدر غير في الصفات برحتي الموضوع الثاني هنا اكتب ايميل لصديقك الفرنسي وألزمك باسمه وإدالك تحت كمان الاسم أو البريد الإلكتروني اللي هترسله وإدالك كمان الموضوع اللي هتتكلم فيه اللي هو طبعا زي ما قلنا قبل كده كتير إن شكل النص اللي هو احترامك لشكل النص اللي هو طلبه عليها درقة قالك يعني بريد إلكتروني فلازم تعمل الشكل ده يعني إلى يعني من الموضوع طبعا هو بيديك او إلى يعني من وكتبت اسمك أمير ويقول إيميل لك كامل الابجي الابجي مدوه لك البلا بريفيري للطباق المفضل أبدأ بقول عزيزي جون جمبكو لسالة أنا بحب أول سالة يار أمس جمبت جمبت لسالة أنا عملت طبق كبير من السالة بوغيدي ما ميغ عشان أساعد والديتي جمبت جمبت طماط طماطن كونكبر كاروة طماطن مخيار جزر لأخذ طبق بعد كده قلت جمبت 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 النص أو الميل أو البريد الإلكتروني بقول له السالة مهمة جدا لصحة إلى هنا أعزائي الطالباء والطالبات خلصت حل اختبار السفارة العام أتمنى لكم التوفيق من كل قلبي كنت معاكم من خصفك من مختار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا